هل يستطيع الأستاذ رامي أن يحدثنا عن متى وأين بدأ كتابة الشعر؟ والله يا أستاذ أنا بدأت أنظم وأنا في السنة الأولى الثانوي لأني كنت في مستهل حياتي تقريباً وقعت على مكتبة صغيرة في بيتنا كان فيها بعض كتب الأدب والشعر وأذكر الكتاب كان اسمه مسامرة الحبيب في الغزل والنسيم هذا الكتاب قرأته وكنت أميل إلى قرأته بصوت فلعلي فطنت إلى بعض التفاعيل فبدأت أنظم وأنا في السنة الخمستاشر هل يذكر الأستاذ رامي أول شعر غنائي أو أول أغنية قدمها لمطرب أو مطربة وغنية له؟ ده كان بعد كده بكثير لأنني أنا أعدت بقى أنظم في السنوي قصائد خفيفة كده في توديع الطلبة والمدلسين في أواخر السنة في استقبال تيم الكورة اللي يجي للعب معانا في بتاع لغاية ما دخلت المعلمين العلياء وقرأت أدب وبعد كده ابتدت بقى أنظم فعملت أول قصيدة أنا أذكر تماماً إنها غنيت لي وكان مغنيها الشيخ أبو العلم حمد اللي هو الأستاذ القديم الذي كان يلحل القصائد كانت قصيدة أصبه تفضحه عيونه وتنم عن وجد شؤونه إنا تكتبنا الهوى والداء أقتله دفينه هذه أول قصيدة غنيت لي هذه القصيدة أعطتها للشيخ أبو العلم رحمه الله وسافرت في بعسة إلى فرنسا فغناها في غيابي واشتهرت وكان من حسن حظي إن الشيخ أبو العلم رحمه الله اتصل بالآن سأم كسوم في ذلك الوقت وأخذت منه هذه القصيدة وغنتها إذن كانت هذه القصيدة هي بداية صلتك بأم كسوم تقريباً لأن أنا بعد أن رجعت من فرنسا بعد قضاء سنتين سمعت عنها ورحت سمعتها فعلاً وقدموني لها وطلبت منها أن تغني هذه القصيدة لكي أسمعها وكان فرحي شديد جداً في تلك الليلة بأني سمعت هذه القصيدة من مغنية ظهرت في أفق الغناء في مصر وكان لها شأن في أول صغر طب هل أستطيع أن أعرف كم أغنية كتبتها لأم كسوم حتى الآن؟ والله يا أستاذي أنا صنعت لها يعني أغاني كثيرة جداً بعضها في الأفلام وبعضها في الغناء نفسه وبعضها للإزاعة فإذا جمعت كل هذا لا أظن يقل عن 350 أغنية يمكن دي صاروة ضخمة أستاذ رامي إذن كم أغنية كتبتها للسينما والإذاعة في حياتك على هذا الأساس؟ دي صحي 500 لأني أعطيت محمد عبد الوهاب وأعطيت ليلى مراد وأعطيت أسمهان وأعطيت نجها وساهمت يعني في كل الأغاني تقريباً اللي عملتها في بعض الأفلام اللي ألفتها زي وداد وزي دانانيل والأفلام اللي اشتركت في وضع حوارها وأغنيها زي مثلاً نشيل الأمال وعيدة وعبد الوهاب عملت له الولدة البيضة ودموع الحب ويحيى الحب وعملت الأسمهان الرواية المشهورة بتاعتها الوحيدة دي مش فاكل اسمها إيه غرام وانتقام وكثير جداً من الأفلام أنا أذكر أني تقريباً أنا عملت أغاني يمكن في 30 فيلم طب والأغاني الخمسمائة دي نعم دي بالإضافة إلى الأغاني الثلاثمائة اللي كتبتها لأم كلسوم وحدها ولا دا المجموع كله والله صح أنه يعني هو تجاوز هذا برضو إنما أنا أعتقد أني أنا اللي عملت لأم كلسوم يعني لا يقل عن ثلاثمائة غنيا طب وهل أنت راضي عن إنتاجك الفني جميعه والله أنا دائماً أحاول أن أكون أحسن في كل أغانية جديدة أعملها وإذا كان على حسب تقدير يعني إخواني وفضل الناس في إعجابهم بشيء من هذا أظن أني راضي إلى حد من الحدود طيب طب وعلى هذا الأساس أي أغانية من أغانيك أحب إليك أكتر من غيرها تعرف حضرتك أن الواحد حتى ما يكون عنده أولاد بيميل إلى تفضيل واحد منهم على الباقي والله هو إذا كان على هذا التشبيه فإنه هو دائماً يفضل الأصغر الأقرب لأنها بتكون يعني أقرب إلى نفس وبتكون يعني تقريباً لسه الجمهور ما أعجبش بيها الإعجاب الكافي فيبقى صعباً عليه وميحباه هو أكتر فدائماً أنا أظن أني أنا أحب الأغنية الأخيرة دائماً عن أي أغنية أخرى وإن كان في بعض هذه الأغانية قطع لها مناسبات قوية في حياتي ما أدرس يعني طيب وإيه أحب الأغانية إذن؟ والله إلى الآن أنا أظن القطع الأخيرة بتاعت قصة حبي هي أحسن أغنية عملتها طيب ما دامت هذه هي أحب أغانيك إليك فمن الطبيعة أنك تترنم بها ولو بينك وبين نفسك فهل ممكن أن ندخل بينك وبين نفسك ونستمع إليك وأنت تترنم؟ أنا يا أستاذي لما أنظم ما أكتبش دائماً أحاول أني زي ما قلت سيادتك أترنم يعني أغني وإنما غناء مش يعني تطريب غناء زي إيقاع كده هو أشبه بالحداء وعادةً بيجيني هذا من سماع صوت يكون بعيد مني يعني أسمع أو أتخيل أو نغم من نغمات أدخل فيها عقب أني أسمع يمكن بياع في السكة أو منادي أو أي شيء من هذا فأدخل في نفس النظم اللي أدخل فيه وعادةً لي نغم يعني لو اتزن معايا بيكون أقرب إلى نفسي وأبعث على النظم وهو النوع زي اللي يسموه النهواند مش عارف ليه طب وهل نستطيع أن نستمع إلى هذا النغم؟ والله صعب للوقت هو لإني أنا يعني أندمك في نغم وخصوصاً يعني من غير آلة تمهد لي وأنا موقفي للوقت يعني شديد أمام المكروفون وشهرتي يعني إني أنا يعني شاعر مش مغني وإن كنت يعني مغني شاعر إنه عند الغناء يا أستاذ رامي أيوة في التفاعيل بتاعته وفي قوى فيه صحيح لكن يعني ما جي مثلاً أغني أقول مثلاً كيف أنسى ذكرياتي وهي في قلبي حنين أقولها بحاجة تانية غير اللي بيقولوها هم كويس خالص أنا يعني ده السؤال كنت عايزة أسأل حضرتك فيه يعني هل أنت لما بتترنم بأغنية من أغنيك هل بتترنم بلحنها الشائع أم تترنم بها لنفسك بلحنك أنت الخاص أو بنغمك أنت الخاص أنا في الحقيقة أتأثر باللي أسمعه أو اللي أكون سمعته أخيراً أو بأول ما يجلي على لساني من النغم في العادة ففي كثير من المواقف يصح أن الملحن نفسه لحسن حظي أو لحسن حظ الأغنية ساعات يمكن يقول من التوب ده فبقى يعني مصرور صرور غريب وانت عارف الأنغام دي نفسها يعني بحرها واسع اي نعم فآجي مثلاً في حتة زي كيف أنسى ذكرياتي دهية أو ما غنيها أنا بطريقة مثلاً أقول مثلاً كيف أنسى ذكرياتي وهي في قلبي حنيد كيف أنسى ذكرياتي وهي في سمايرني كيف أنسى ذكرياتي وهي أحلام حياتي إنها صورة أيامي على مرآة ذاتي عشت فيها بيقيني وهي قرب ووصال ثم عاشت في ظنوني وهي وهم وخيال أظن كفائل حسناً مفضح شوية الله الله بس أنا ملاحظ أن الطريقة اللي سيتك غنيت بيها الأبيات دي مش نفس الطريقة اللي بتغنيها بيها أم كلسوم أما هي ذي الطريقة اللي أنا أغنيها لنفسي لما أنظم طب هل نقدر نطمع برضو في كرمك أكتر شوية ونسمعك وأنت بتغني أحدى قصائدك كما تغنيها أم كلسوم؟ طب ده أنا ما أحبش حد يقلدها أبداً لأني أنا أعتقد تمام الاعتقاد إن ما فيش حد أبداً يقضى لأني تبقى تشوف أيوة بس أنت صاحب الشيء أنت صاحب القصيد يعني أيوة صاحب الكلام لكن صاحب النغم طيب ما ممكن برضو سيادتك يعني تسمعنا حاجة برضو عايز تفضحنا تاني وتصمم ليدي يا أستاذ رامي دي يعني اسمع للملأ لشعرك وهو يتغنى أنا لو نسيت اللي كان وهان علي الهوان أهضر أجيب العمر مني ورجع العهد الماضي أيام ما كنا نحن إلئتني إن أنت صليبني وانا راضي الله 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 طيب يا أستاذ رامي أنت عمل يعني تغمرنا بأفضلك والله من عاشد الحداد الكوم نار شكرا شكرا شكرا